ترجمة نانسي قنقر اهتمام قرينة عهل البلاد المفدة بالمشاريع التنموية الزراعية والبيئية التي تساهم في تطور القطاع الزراعي بمملكة البحرين وكانت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي قد أعلنت بالتعاون مع كل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة عن تلقي دعم كريم من كل من شركة زين البحرين لتشجير ممشى الاستقلال في المحافظة الجنوبية وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بتلكو لتشجير ممشى عرادة في محافظة المحرقة الأمر الذي يعكس الدورة المجتمعية الهام الذي ألعبه القطاع الخاص في دعم الحملة الوطنية للتشجير استجابة لتوجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء بضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاصة والتي أثمرت النتائجها اليوم بتبني تشجير ستة مواقع في مختلف محافظات المملكة من أصل 27 موقعاً سيتم الانتهاء من تنفيذها في شهر مارس من العام المقبل من المرحلة الأولى من الحملة منذ أطلاق حملة دمتي خضراء برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيتش ابنت إبراهيم آل خليفة غرينة ملك مملكة البحرين لقيتنا تفاعل جميل جداً من المؤسسات الرسمية والخاصة حتى من الأفراد والمدارس فحمد الله رب العالمين كلها أسبوع لكن أسبوع كان حافل من آخر مرة كنا واكفين هنا مع بعض ونتكلم عن أطلاق الحملة في أول أربع مواقع في مملكة البحرين فاليوم نحن في الموقع الخامس ممشى الاستقلال ممشى جميل للناس تحب أن تأتيه وترتاده بصورة كبيرة فنشأ ربي يطرح البركة في الغرس اللي حطيناها اليوم وإن شاء الله يظل لسنوات كثيرة في المستقبل بإذن الله فشاكرة جداً للبلدية والمنطقة الجنوبية والشركة زين البحرين لكفالتهم هذا الموقع ونجعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الجميع وتضرب هالأشجار بخير وباركة بإذن الله اشتركوا في القناة